ودعت المقاومة الوطنية بموكب جنائزي رسمي وشعبي ثلاثة من أبطالها هم الشهيد المساعد أول عبدالله علي عبدالله محمد الصارم الشهيد المساعد أول يونس أحمد علي حاتم الدعوس الشهيد جندي رشاد حسن عبدالله الفرزعي إلى فردوس شهداء حراس الجمهورية بمدينة المخى ولفت جثامين الشهداء الثلاثة بالعنم الوطني وحملها حرس الشرف تقديرا لأدوارهم الوطنية في سياق المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب لاستعادة دولته ودفن خرافة الولاية وبتر الذراع الإيرانية وسار موكب التشيع وسط مدينة المخى يتقدمه عدد من قيادات المكتب السياسي للمقاومة الوطنية وقيادات عسكرية وممثل السلطة المحلية وعدد من زملاء ورفاق الشهداء أصولا إلى فردوس شهداء حراس الجمهورية حيث وريت جثامينهم الثرى جوار من سبقوهم لنيل هذا الشرف العظيم وأشاد المشيعون بمناقب الشهداء الثلاثة وشجاعتهم المعهودة وما اجترحوه من بطولات إلى جانب زملائهم ورفاق السلاح في متارس جبهات الساحل الغربي منذ التحاقهم بصفوف المقاومة الوطنية وأكد المشيعون السير على درب الشهداء متعهدين بأن دماءهم لن تضيع هدرا ومجددين العهد لله والوطن بمواصلة النضال الوطني تحت قيادة قائد ومؤسس المقاومة الوطنية طارق صالح حتى تحقيق النصر المؤذر